في الحياة تحت ألوان أرض واحدة أسرة واحدة مستقبل واحد اختتمت فعليات الحدث الأكبر ويمكن الأطخم كمان اللي بيضم يعني دول من أكبر الدول الاقتصادية في العالم وهو ختام القمة الـ 18 لمجموعة الـ 20 المنعقدة في نيو ديلهي في الهند تحديدا وكان الحدث دا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كضيف شرف اللي يمكن أكد أن الانطلاق للمستقبل لابد أن ينطلق من مبدأ وركيزة أساسية وهي إنهاء التحديات الحالية حتى لا تتحول إلى أزمات مستعصية عن الحل تحديدا ويمكن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان ليه عدد من اللقاءات المهمة اللي عقادها مع عقاد الدول للعالم على هامش الفعاليات وده طبعا بجانب انضمام الاتحاد الافريقي لمجموعة الـ 20 كعضو دائم بجانب الدول الأعضاء وبنتكلم هنا على 19 دولة هي الدول الأساسية في مجموعة الـ 20 تحديدا بالإضافة للاتحاد الأوروبي وبعد انتهاء هذه القمة كان القرار اللي كان موجود في أول القمة وانضمام الاتحاد الافريقي إلى جانب هذه الدول الكبرى تحديدا ودي خطوة مهمة وخطوة مستحقة لدول القرى الافريقية اللي بتمثل في الحقيقة مستقبل التنمية والتجارة العالمية أيضا صحيح يمكن عشان كده الحقيقة تبعنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمته عن جوهر المشكلات اللي بتواجه القرى الافريقية والدول النامية وضرورة اطلاق النظام العالمي متعدد الأطراف وتقويته أيضا لخطبة جميع مصالح الدول بالتالي سيادة الرئيس لم يتحدث بصوت مصر فقط بل كان يتحدث عن شواغل الدول النامية والافريقية في ظل التحديات اللي بتواجه العالم كله سواء فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية أو حتى التجاذبات السياسية أو حتى أزبة المناخ لهذه القمة في غاية الأهمية بمنتهى البساطة هذه القمة بتضم أكبر القيانات الاقتصادية في العالم منها على سبيل المثال الهند الصين فرنسا كندا الولايات المتحدة الأمريكية السعودية المملكة المتحدة وغيرهم كمان لو بصنا حتى بالأرقام يمثل أعضاء مجموعة العشرين حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75% من التجارة العالمية وأكثر من ثلثي العالم ودي أرقام بمنتهى البساطة ناحية جمانة يمكن بتتكلمي على أرقام غاية في الأهمية أرقام بتؤكد وبتعكس كمان قد إيه هذا التكتل أو هذا التجمع هو مهم لإقتصاديات العالم أجمع علشان كده السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تواجده في هذه القمة قدم رشدتة رشدتة لخروج الدول الإفريقية وأيضا الدول النامية من الأزمة الحالية ويمكن كان ده بيجي من مسؤولية مصر كمان نكونها رئيسة النباد في الوقت الحالي تحديدا وده اللي بيأكد أن مصر يعني هذه المناصب ليست مناصب شرفية بالنسبة لها شفنا قبل كده إزاي مصر كان لها دور فاعل أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي اللي يمكن مهد الطريق للقرار اللي تأخذ من مجموعة العشرين بانضمام الاتحاد الإفريقي قاعد ودائم في هذه المجموعة مجموعة العشرين تحديدا ويمكن لقاءات عديدة قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تواجده انطلاقا من مبدأ إن لم تسافر إلى العالم فالعالم يأتي إليك دايما الرئيس بيستغل هذه المحافل الدولية لعقد عدد من اللقاءات السنائية للتشاور في الأمور المشتركة ما بين الدول بعضها البعض يمكن كان في لقاءات هامة زي لقاء شارل ميشيل رئيس مجلس الأوروبي ورسولا فوردنلاين تحديدا رئيسة المفاوضية الأوروبية والمستشار الألماني نتكلم عن أولافا تشولتيز وإيمانويل مكرون الرئيس الفرنسي وآخر هذه اللقاءات الثنائية كان مع الرئيس التركي يمكن جميع هذه اللقاءات أيضا تم خلالها التأكيد على ثوابت مصر في سياستها الخارجية والرسخة هذه السياسة القائمة على التعاون البناء وتعزيز التضامن ما بين الدول بعضها البعض للاستفادة بأكبر قدر ممكن من حل المشاكل المشتركة وحينما يتحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يا جمانة بنجد أنه يتحدث دائما بصوت إفريقيا دائما بتكون إفريقيا في مقدمة كلمة السيد الرئيس في المحافل الدولية بكل تأكيد يا أحمد يمكن زي ما أنت تحدثت عن هذه اللقاءات الثنائية لجامعة سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي بكل هذه الشخصيات الهمة التي تحدثت عنها لازم نعرف أهمية هذه اللقاءات اللقاءات دي بمنتهى البساطة في مجملها تناولة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا ومشروعات النقل وبناء القدرات الصناعية لمصر في جميع المجالات زي ما ذكرت لحضراتكم في دول مهمة جدا في هذا القطاع تحديدا زي ما نتكلم على الهند وعلى الصين وغيرهم كمان من الدول اللي يعني بالنسبة لنا هي كيانات صادية وصناعية كبرى يمكن لاستفاد منها بشكل كبير جدا ده بالإضافة كمان للقضايا الإقليمية النقاش حول الأمن الغذائي لدول العالم كمان قضية المناخ اللي يمكن كل هذه الملفات أتاحت فرصة مهمة لعرض وجهة النظر المصرية فيما يتعلق بالقضايا الدولية ده بالإضافة كمان لبناء شركات اقتصادية وتموية مع أكبر اقتصاديات العالم فكرة دعوة مصر لحضور هذه القمة القمة التمنتاشر لمجموعة العشرين هي فرصة هامة جدا الحقيقة وأعتقد أن مصر استغلتها الاستغلال الأمثل وهنتبع مع حضراتكم النهاردة في فقرة هنتكلم أكتر عن قراءة حول مخرجات هذه القمة وكمان فرص مصر الاستثمارية وكيف تستفيد مصر من مخرجات هذه القمة خلال حلقتنا دهاردة في صباح الخير يا مصر